للمزيد ينضم إلينا من رام الله مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ألا بك دكتور مصطفى إذن تصعيد إسرائيلي مستمر ورد من المقاومة مستمر هناك من يقول بأن إسرائيل بهذا التصعيد تسعى إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى فلسطين وأيضا إلى جبهات أخرى هل ستنجح في ذلك برأيك؟ لا لن تنجح في ذلك لسببين أولا لأن الأزمة الداخلية الإسرائيلية عميقة جدا وهي تؤدي فعليا إلى حالة انقسام شديد وعريض في الشارع الإسرائيلي بشكل غير مسبوك على الإطلاق إلى درجة أن رئيس الكيان الإسرائيلي هيرتسوغ حذر من إمكانية حدوث حرب أهلية في إسرائيل لكن الأمر الأهم أن إسرائيل صحيح أنها تصاعد اعتداءاتها على الفلسطينيين لجذب الأنظار عن أزمتها الداخلية ولكن هي أيضا تنفذ مخطط هذه الحكومة للتعامل مع القضية الفلسطينية المخطط الذي لخصه سموتريتش هذا الفاشي المأفون الذي وصف نفسه بأنه فاشي وهو ثاني أهم وزير في الحكومة الإسرائيلية بقوله أن خطة إسرائيل هي إغراق الضفة الغربية بالمستوطنات والمستوطنين حتى يفقد الفلسطينيون الأمل في إمكانية وجود دولة لهم ويختار واحدا من ثلاثة حلول إما الرحيل وإما الخضوع للفاشية الإسرائيلية والأبرطايد العنصري أو الموت هذا الذي يجري في فلسطين اليوم من عمليات قتل وتنكيل هو تنفيذ لمخطط هذه الحكومة في الضم والتهويد نعم في المقامل دكتور مصطفى المقاومة ترد في كل مرة وتؤكد بأنها لن تصمت وهي قادرة على الرد بالتالي ما حدود التصعيد الإسرائيلي برأيك ونحن على أبواب شهر رمضان وتعلم بأن الجانب الإسرائيلي في كل مرة يساعد من أدوانه ضد الفلسطينيين سواء في الضفة في الأقصى وحتى في قطاع غزة في شهر رمضان هذه خامس مجزرة يرتكبها جيش الاحتلال ولكن هذه المجازر الإسرائيلية خامس مجزرة منذ بداية العام ولكن هذه المجازر الإسرائيلية لم ولن تكسر إرادة المقاومة الفلسطينية ولا إصرار الشعب الفلسطيني على النضال من أجل حقوقه الوطنية ولكن ما يجري يحمل في طياطه خطرا كبيرا هناك ثلاثة احتمالات أولا احتمال أن يكون هناك رد فعل من المقاومة على ما قامت به إسرائيل في الضفة الغربية أو في الداخل الفلسطيني وثانيا احتمال أن يجري تصعيد الأمور ويتطور الأمر إلى اشتباك مع قطاع غزة الذي لا يمكن أن يسمح بأن يكون معزولا عن ما يجري في الضفة الغربية والاحتمال الثالث طبعا أن ينفج الوضع برمته وخاصة إذا واصلت إسرائيل هذه الجرائم وإذا تجرأت على الاعتداء على المسجد الأقصى في شهر رمضان أو إذا واصلت عمليات القمع التي تقوم بها الآن ضد السجون وضد الأسرة والأسيرات في سجون الاحتلال كل واحدة من هذه الأمور يمكن أن تفجر الوضع برمته لنصل إلى مستوى انتفاضة شعبية شاملة طيب هذه السيناريوهات التي ذكرتها دوكتور جميعها تصل إلى نقطة انفجار معينة هل إسرائيل هي مستعدة فعلا لفتح هكذا جبهات عليها الآن إسرائيل ممعنة في عنصرياتها وفي جرائمها الفاشية الذي يحكم إسرائيل اليوم حكومة مش بس عنصرية متطرفة وإنما حكومة فاشية وهؤلاء لا يستطيعون أن يدركوا أو يفهموا أنهم عاجزين عن قمع الشعب الفلسطيني ووقف نضاله هم عاجزين عن رؤية الحقيقة وبالتالي طبعا الأمور ستسير نحو التصعيد لأنهم لا يستطيعوا أن يتحكموا بما يجري لكن من ناحية أخرى الذي جرى هذه المجزرة الخامسة الخطيرة جدا التي أودت بحياة أربع شهداء منهم طفل هذه المجزرة يجب أن تكون دافعا للسلطة الفلسطينية ولكل الأطراف العربية التي تخطط للاجتماع في شرم الشيخ أن تلغي هذا الاجتماع لأن هذه الحكومة يجب أن تقاطع لا أن يجتمع معها هذه الحكومة مزقت لقاء العقبة قبل أن يحدث يجب أن تقاطع تقول دكتور مصطفى البرغوثي بالتالي لماذا تجلس السلطة مع هذه الحكومة التي تنصلت من تعهداتها والتزاماتها في مؤتمر العقبة حتى أنها لقت انتقادات شديدة من الجانب الأمريكي الرعي الأول والمؤيد الأول لإسرائيل بالتالي ما الجدع كأن السلطة الفلسطينية تعطي أو تقدم طوق نجاة لهذه الحكومة في كل مرة تشتد فيها الأمور عليها داخلية هي لا تستطيع حتى أن تقدم طوق نجاة للحكومة الإسرائيلية ولكن هناك ضغوط أمريكية هائلة ومحاولة أمريكية للهروب من مسؤولية الولايات المتحدة عما يجري من خلال فرض ما يسمونه التهدئة والتهدئة في هذه الحالة تعني هدوء في حين يستمر النشاط الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي على قدم وساق وهدوء في حين يستمر القتل والتنكيل بالفلسطينيين الولايات المتحدة تريد أن تتهرب من مسؤولياتها بفرض الأمر على اجتماع مثل اجتماع العقبة أو اجتماع شرم الشيخ ولكن السلطة الفلسطينية يجب أن لا تسير في هذا الطريق هي أخطأت ثلاث مرتان حتى الآن أخطأت بسحبها لقرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن ثم ارتكبت خطأا فادحا آخرا بالذهاب إلى العقبة والآن بعد أن ما يعني رأينا ماذا جرى في العقبة إسرائيل تنصلت من الاجتماع قبل أن ينتهي صحيح الله شكرا جزيلا لك